افتتحت اعمال تطوير نقطة مشروع احياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز ساملوب بالمينيا وتعد نقطة المسار التي تم افتتاحها واحدة من اهم نقاط مصار العائلة المقدسة حيث مكثت بها العائلة المقدسة مدة ثلاثة ايام في احدى المغارات التي شيدت عليها هذه الكنيسة في القرن الرابع الميلادي هذا ويأتي افتتاح نقطة المصار بدير جبل الطير تتويجا للافتتاحات المتتالية السابقة لنقاط المصار للاعلان عن جهزية مصر لاستقبال وفود السياح من جميع بقاع الارض للتبرك من هذه الاماكن المقدسة